وللحديث الآن حول التحركات في الأسواق الأسيوية ينضم إلينا من إكوالا لنبور كريستوفر طاهر كبير استراتيجي الأسواق في إكسنس أهلا بك معنا على شاشة سي أم بي سي عربية بداية يبدو بأن التحركات الإيجابية التي نشدها على الأسواق الصينية هذه المرة على الرغم من البيانات المتراجعة من الأرباح الصينية خلال الربع الأول من هذا العام هذا الأمر يعطي بعض الملامح للتحركات على الرغم من الانفتاح الأخير في الصين إلا أن البيانات ما زالت في الصين متباينة نوعا ما وتعطي حالة من الضبابية برأيك كيف تفسر هذا الوضع؟ قريب المنفت اليوم فيما يتعلق بأن استطاعت الصين هذه المرة أن يتفوق اليوان على الدولار في المعاملات الخارجية عبر الحدود برأيك إلى أي مدى هذا الأمر يعطي انطباع إلى نجاح الصين في هذه المهمة وأيضا من عودة الكسر هيمنت برأيك للدولار خلال الفترة المقبلة وتوجه العديد من الدول لاعتماد اليوان في المعاملات وهذه المرة الأرجنتين أيضا كريسوفر أيضا الملفت لدينا اليوم وغدا هو اجتماع المركز الياباني بقيادة المحافظ البنك المركزي الجديد أويدا برأيك هل قد يكون هناك بعض من التغييرات قد نلحظها بالنسبة للسياسة النقدية في اليابان أو تلميحات إلى مدى أو الفترة التي قد نشهد فيها نوع من التغيير لذلك منذ ما قد نشهد في الماضي لذلك ويدا لا يبدو أن تغيير أي من المركز في هذا الموضوع ويدا يحبط على تغيير من المقبلة الكثير من الملكزيز هو الفترسسل السAM saveij which is increasing quite high although their cpi itself is not I mean it's not increasing that much so in this case he he emphasized that he did not want to change his spend but in this case he is also under pressure to change so the market itself is still is still in an in an ambiguous mode لتدخل من أنهم ستغير أو أنهم ستغيرون في السياسة النقدية أم لا يعني ما سمعناه أيضا من نتائج أعمال سامسونج هذه المرة يبدو بأن الصورة غير مبشرة بالنسبة للطلب على الرقائق هذه المرة وأيضا لنتائج أعمال الشركات كيف يمكن أن نفسر أيضا إن كانت هذه البداية لكبرى الشركات كيف من المتوقع أن تكون باقي الشركات أدائها خلال الربع الأول من هذا العام زر أن تُشكى فيها لكي لأني في الشركات تخلال الربع الأول أصلاقًا إنهم أصلاقهم أصبحت ألوبا لكن الضوء كلها كثير من الأمر الأولى الأولى مدرد المتوقع كốالي مثل ل ours هم جبال ألوبا أصبحت لن ألوباء ألوبا ومتلك تیکسى الأولى من الأمام مثل السامسونج لذلك في هذا الشهر سم considering نقطة الممتوقع وأما ليس فقط مباشد فعالي أثناء الصورة في المنطقة الإلكترونية لأنهم يتوقع أن المنطقة ستحدث في المقابل المقابل لذلك في هذا الوقت، الكثير من الأشياء أو الكثير من الأفكار التي تجعل هذه النظر من سامسونج تصبح أسوأ كريستوفر، سؤال أخير، بما أننا مقبلين أيضاً على موسم إجازات في الصين وأيضاً إجازة عيد العمال وهناك هذا الأمر مما يزيد من الطلب على الوقود وقود الطائرات برأيك كيف ستكون التحركات بالنسبة لأسعار النفط من بعد التراجعات التي شهدناها في الجلسات السابقة وسط المخاوف من الأزمة المصرفية وأيضاً من الركود الاقتصادي ونترقب أيضاً اجتماع الفيدرالي الأمريكي وارتفاع معدلات الفائدة التي تسعرها أيضاً الأسواق بقرابة 25 نقطة أساس يعني العديد من العوامل قد تؤثر لكن الطلب من الصين كيف سيكون؟ الآن لكيما في الوضع كبير حيث الكثير من العمل ربما أو يروني أن تكون يأمناً على الوضع وفي الوقت probablement جدًا في الوقت ذات حيث كثيرًا نظر أن العملية الإク Barnوى تحيزها جيدًا يجعل الكثير من المصفبرенной المصفبراتode اذهب إلى الوضع لكن في الوقت الوقت الأسبوع الالم في الجميع تكون مستخدم على المصفربات الإقوة للإمكانية وفي المدينة مشاهدة بالتباقية والعملات التعديم يبدو أن أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر من أكثر الذين ستكون مستقبل للتعالي ولكن في الوقت أيضا إنه في مستخدم العالم الذين ستكون تضيف لتعالي مع توقف الأرض أو تباقب الضوء من الأيكبر وهو يعني أن هذا لا يمتعون مرحباً للحظة للتعالي جلوبالي والتي ستحقق الهدف يعني ببعض الهدف الهدف لا يتحقق كثيرا في المستقبل المنظور كريستوفر طاهر كبير استراتيجي الأسواق في إكسنس شكرا جزيلا على وجودك معنا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بإغلاقات في النطاق الأخضر للأسواق الأسيوية نأتي هنا إلى نهاية هذه الفقرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء